أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العديد من المؤسسات المالية الدولية لأول مرة حملة فيديو مشتركة بعنوان لاستثمار من أجل عالم أكثر خضرة لإبراز دورهم في تسهيل حلول تغير المناخ أفاد البنك الأوروبي بأن الفيديو المشتركة يهدف إلى زيادة الوعي بتأثير العمل المناخي للمؤسسات المالية الدولية من خلال القصص الشخصية للمستفيدين من سانت لوسيا إلى الفلبين ورومانيا وأوغاندا جاء ذلك قبل نعقاد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 خلال الأيام المقبلة في مصر اشتركوا في القناة